هنبدأ أخبرنا المتابعات للمباراة السابقة الاستعدادات إن شاء الله ستجري على قدم وساق ما فيش وقت للراحة بعد التفوق في المباراة السابقة أمام كانو سبورت مباراة الذهاب في غينيا الاستوائية واللي انتهت الحمد لله بهدفين بتفوق الأهلي بهدفين نظيفين لكل من نجمي النادي الأهلي صلاح محسن ووليد سريمان من المقرر أن تعود البعثة بإذن الله في الساعات الأولى من فجر غدن الاثنين والانطلاق للتدريبات مستمرة لأن ما فيش وقت وأعلن الجهاز الفني أن الفريق سيواصل تدريباته ومش هيحصل على راحة وسيتضرب بإذن الله في نفس اليوم عصر يوم الاثنين أو عصر غدن إن شاء الله بعد الوصول للقاهرة بإذن الله من هذه الرحلة في غينيا الاستوائية لأن الوقت المتبقي قليل جدا الأيام القليلة أو الساعات المتبقية قبل المباراة اللي دايما لها حسابات خاصة وطعم خاص جدا عند الجماهير مباراة الأهلي والزمالك اللي بتعد دايما بطولة خاصة يضاف لها أن هذا التنافس في المباراة القادمة على كأس السوبر المصري وتتويج لجهود الفريق الأفضل على مدار موسم بأكمله وإن شاء الله يكون الأهلي هو الأفضل في هذا اللقاء ويحسم هذا اللقاء بالأداء والنتيجة بإذن الله